المنتصرون دائما يكتبون التاريخ حسب انتصارتهم فما هي حكاية الجنرال محمد المدبوح الطفل محمد الذي ولد في أجواء صورة الريف قبل أن يسلم عبد الكريم الخطابي نفسه للقوات الفرنسية كانت والدة محمد تضع مولودها بقرية غزنايا بالريف عام 1927 والده كان قائدا في عهد الحماية وكانت والدته توصيل أنه دائما من أحرار الريف عاش في أسرة تناقش مجرداء مجريات السياسة في المنزل وكان يعيش في بحبوحة العيش عاش محمد طفولة وهو يرى آثار الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 وما بعدها على سكان قريتهم الجياع وكذلك حينما بلغ 12 عاما اندلعت الحرب العالمية الثانية كان ذكيا في المدرسة ومعروف عليه الدقة والتنظيم إلى هنا كانت هذه المرحلة مرحلة بسيطة في حضن العائلة ولكن المرحلة الثانية هي أهم مرحلة في حياته المرحلة الثانية في حياة محمد المدبوح أنه أصبح ملازما وفي سن العشرين صافر إلى فرنسا للاستفادة من دورة عسكرية في تخصص الخيالة ثم يعين بعد ذلك سنة في ألمانيا وأصبح يجيد اللغات ويتواصل بشكل جيد ثم توجه إلى حرب الهند الصينية ليكسب خبرة قتالية كبيرة لمدة ثلاث سنوات وعاد إلى المغرب ليصبح عاملا على إقليم ورززات ثم وزيرا للبريد والهاتف في حكومة عبدالله إبراهيم عام 1959 ثم رئيسا للحرس الملكي برطبة كوماندان إلى جانب تعيينه عاملا على مدينة الدار البيضاء ما بين 1952 إلى 1960 اكتسب موقعا كبيرا داخل نظام الحسن الثاني ثم دراية بالأوضاع السياسية العامة وعلاقة المغرب بدول الجرار الأمر الثاني أنه اكتسب تقة الحسن الثاني بشكل كبير وشارك في ثلاث حروب هي الحرب الهندية الصينية ثم حرب سيد إفني وحرب الرمال عام 1963 في المرحلة الثالثة أصبحت له علاقة قوية مع أفقير ودليمي ما بين 1967 إلى 1971 وأسوق هنا شهادتين شهاداء الأولى للمحجوب طوبجي وهو مؤلف كتاب ضباط صاحب الجلالة يقول فيها أن المذبوح استاء كثيرا من سلوكيات الحسن الثاني تجاه الفساد فالرجل يتمتع بأسلوب صحي في الحياة ولم يكن يشارك ولي الأهد في خرجاته الليلية مثل ما كان يفعل أفقير الجنرال الشهادة الثانية أن المذبوح بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971 صدم من حالة الرشو المرد المستشرية في المغرب وعبر عن امتعاضه لعائلته يقول دريس سلاوي في شهادته والذي كان مديرا عاما للديوان الملكي في شهادته أن المذبوح كان رجلا نزيها إذ كان يحتفظ بالأضرف التي كانت تقدم له في خزانته ولم يكن يستفيد منها أو يستعملها أخبر الكولونير عبابو ضباط التكن العسكرية بهرمامو أنه سيتم إجراء مناورة عسكرية ومن هنا انطلقت أجواء يوم الانقلاب ووصلت القفلة العسكرية إلى برقنادل شمل الرباط بحضور الأخوين عبابو والكونير عبدالله القادري وضابط الشرطة فتوحي وشارجان شاف عبدالعزيز عبابو المحاسب بالقيادة العامة ثم الضابط مزيرق سهر الجنرالي المذبوح وآخر احتلت القفلة القصر الملكي وأقامت مزرة دموية رهبة وفجأة نشب خلاف حاد بين المذبوح وعبابو خلاف الرجلين أن الكولونير عبابو حسب حساباته الأخيرة ويأمر ضابطين بقتل الجنرالي المذبوح ليعديه الضابطين قتيلا ويخر صارعا وهو الخطأ الأول الذي أدى إلى فشل انقلاب 10 يوليوز 1971 بل قصر الملكي بسخيرات النهاية هي النهايات الجنرال عبابو الذي شارك في ثلاث حروب كبرى وشارك في الكثير من الأحداث التاريخية الكبيرة تأتي نهايته على يد صديقه المقرب عبابو فكل الحسابات لا تنتهي كما نتوقع قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في الاشياء اليوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ومأتن سوشتورجم